أنا كان عندي المصحف نعرفش نجرة فيه وعايز نسبح عليها ما بتعرفيش تقريم المصحف؟ أه وعايز نسبح عليها وليها يعني ايه تسبحي عليه؟ يعني أنت عايز تسمعي القرآن ولا عايزة إيشان السؤال يبقى واضح معلش؟ يعني بدن الكلامات نقول سبحان الله عليها آه طيب تمام هنرد عليك يا حضر يا سهير شكرا لك تقريبا المعنى أنه من باب البركة أو حاجة أن حد مش عارف يقرأ من المصحف بس أنه فيه ناس كتير تقول له أنا لو شاورت وأنا مش عارف أقرأ هل ده يحتسب له أي شيء؟ والله هو كل ربنا سبحانه وتعالى بيقبل كل عمل من آدم طالما هو فيه قربة إلى الله تسبح تستغفر تقرأ بس الفاتحة بنية القرب من الله كل العمل خير إن شاء الله يعني لكن هي فكرة أنه أنا ماسك المصحف أو أنه أنا يعني بتبرك به هل دي حاجة مسموح بها عايزة؟ لا والله المصحف كمصحف كدستور لحياتنا هو كل خير وكل بركة لكن هي مش مستطيعة هي أمية لا تستطيع القراءة ولا الكتابة هي بتمسك المصحف وبتقرأ ما تيسر بتسبح هي حاسة بالأمان مجرد أنها حطى المصحف بين إيديها يعني تمام نرجع لموضوعنا التوبة حررتك قلت تلات محطات مهمين جدا نعم علم وحال وعمل نعم بس حررتك قلت في العلم إن ما فيش حد بيعمل للزنب وهو مش عارف إنه زنب طبعا هل فعلا دي حقيقة يا دكتور رويا؟ يعني إحنا كتير بنقع في زنوب مش مدركين حجمها مش عارفين دي كبيرة ولا صغيرة مش عارفين أصلا ممكن إنه زنب ولا مش زنب والله ربنا سبحانه وتعالى إدانا سبيل رائع قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا النفس الأمارة اللي جوه الإنسان دايما دي مستقر الشر في الجسد دايما بتقود الإنسان إلى مواقع الزلل ومواقع الشر فأكيد يعني حضرتك إحنا في نهار رمضان في يوم مثلا صيام ولقيت مكالمة تلفونية لطرف ثالث والطرف الثالث ده أنا عارفة إن أنا مجرد ما أتكلم حبقى بغتهب إبقى أنا وقعت في الزلل ووقعت في الزلل فأنا على علم اللي أنا بعمله ده هي دي زلة من زلات اللسان لكن أنا وقعت فيه أنا أنا علمت أن أنا وقعت فيها حال إيه بقى نفس اللوامة بقى تبدأ بقى كده برضو إحنا صايمين بقى ينفع أعمل كده بقى هو دي الحالة بقى اللي بدخل فيها اللي هو حال الإنسان الشعور بالندم طب أنا حعزم هو طب أنا حومة وضى بقى وأقول يا رب أنا توبت إليك أصالي رقعتين بنيت التوبة أو أرفع أكف الضرع إلى الله على طول وقول له يا رب استغفرك وأتوب إليك أنا توبت إليك يا رب بس لازم يسبق التوبة مراحل اللي هي الحاجات الغصة اللي في القلب بالضبط هنتكلم عنها بالتفصيل المراحل معنا اتصال أستاذ محمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ محمد تفضل أهلا وسلم بحضرتك لو سمعتني أنا كنت عايز أستاذ سؤال بخصوص موضوع الإفطار والديكي مريضة وكبيرة في السن ومريضة فأفطرت يعني بتفصل في رمضان فأنت عايز أعرف الكفارة هي أطعام مسكين أو إثنين يعني مسكين واحد أو إثنين مسكين وهل ممكن بدل الإفطار ده فلوس تطلع ولو الفلوس ديه ممكن تطلع عايز أعرف تطلع كله مكام مثلا عن الإفطار تمام أشكرك شكرا هنرد على حدثك يا أستاذ محمد ده سؤال من الأسئلة طبعا الدرجة جدا في رمضان فكرة لو حد فعلا ما قدرش يصوم نتيجة المرض أو سن الكفارة هو عمتا ربنا صلى الله عليه وضح لنا في القرآن من كان مريضا أو على سفرين في عدة من أيام أخرى لكن هي ممكن يصوم بعد ما يبرأ من مرضه لكن لو مش مستطيع يطعم ولم أقدرش أحدد لأن على قدر السعة لا أقتر ولا أسرف على قدر اللي أنا أقدر أقدر أنا بأقدر أحدد لنفسي مثلا الفطار حيتكلف كذا اللي أنا بأفطره في البيت يبقى أنا ما بخلش على غيري فلا تقتير ولا أسرف يعني متوسط افطار الفرد بالزبط اللي بيفطر به هوجم بيسأل بيقول هل الفرد واحد ولا الفردين سبحان الله ده إحنا في شهر الخيرات يطعم عشرة لا الأساس بتاع الكفارة على قدرها إن فرد إن إطعام فرد على كل يوم آه طب هل ممكن يطلع فلوس من جير ما يطلع أكل؟ سبحان الله على حسب حال الإنسان اللي قدامه ممكن في نازل وقت أنت بتيجي تدي شمطة رمضان يقولك طب لو فلوس يكون أفضل فأنا لازم أكون عندي حاجة اسمها الاستشعار بحال الذي أمامي هل الفلوس بنلزله أفضل هل الإطعام بالنسبله أفضل فأنا اللي باستشعر حالا لكن في كلا الحالتين كله خير إن شاء الله شكرا